النبي صلى الله عليه وسلم حصر أحوال الناس في أربعة تتبع النية فقال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر أربعة أصناف عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلما فهو يعلم لله فيه حقا ويصل فيه رحمه ويتقي فيه ربه فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق نية يقول لو أن لي مالا لعملت مثل فلان فهو بنيته فأجره ما سوى وعبد رزقه الله عز وجل مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله فهو يخبط في ماله ولا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبط المنازل وعبد رزقه لم يرزقه الله مالا ولا علما فيقول لو أن لي مالا لعملت مثل فلان فهو بنيته فوزره ما سوى تأملوا أيها الإخوة أثر النية في الأحوال الأول نوى الخير وعمل فهو بأفضل المنازل بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني لا مال عنده لكن له نية طيبة فيقول لو أن عندي مالا لعملت مثل هذا الرجل الطيب فهو بنيته فأجره ما سوى أي أنه يؤجر كمن تصدق في سبيل الله على الراجح من أقوال أهل العلم وإن كان الذي تصدق أعلى منه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بأفضل المنازل وأما الثالث فهو رجل لم يرزق رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في المال لا يعرف حلالا من حرام ولا يصل به رحمة ولا يعرف لله فيه حقا فهذا بأخبط المنازل ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما لكن نيته خبيثة فهو يقول لو أن عندي مالا لعملت مثل فولان فوزره ما سوى اسمعوا أيها الإخوة هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة على أثر النية في الأحوال يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من الله من جاء إلى فراشه ونوى عند نومه أنه يستيقظ في آخر الليل يصلي لله عز وجل فغلبته عينه حتى أصبح ما استيقظ إلا والمؤذن ينادي لصلاة الفجر ما بشارته يكتب له ما نواه إن نوى أن يصلي إحدى عشرة ركعة كتب له أجر إحدى عشرة ركعة إن نوى أن يصلي سبع ركعات كتب له أجر سبع ركعات ثم انظروا في المقابل أيها الإخوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل أخيه سيفان تقابل كل منهما يريد أن يقتل أخاه فسبق أحدهما الآخر القاتل في النار لأنه قتل أخاه والمقتول في النار لأنه كان يريد أن يقتل أخاه وقد سعى في هذا وشهر سيفهو على أخيه